اشتركوا في القناة ان ربنا قال في كيد الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فقاتلوا اولياء الشيطاني ان كيد الشيطان كان ضعيفة وقال في حق النساء ان كيدهن عظيم طيب احنا مش عايزين احنا ما بنوبخش في النساء حاشا لله وكلم مش بنقول النساء حاجة وحشا لكن احنا بديتكلم في بعض النساء هل كيد النساء اعظم ام كيد الشيطان اعظم ليه ايه الفرق بين كيد الشيطان وكيد النسواب طبعا اذا نظرنا الى كيد الشيطان ده كلام ربنا مش احنا اللي بنقول ان كيد الشيطان كان ضعيفة اخرت الشيطان ان وسوسلك لكن ايه الستات طبعا في بعض الستات احنا مش بنقول على كل الستات ان هم وحشين لا بنقول ان في بعض النساء اذا ارادت المرأة ان تكيد فكيده هيغلب كيد الشيطان ازاي عم الشيخ تعالوا نبصوا واحدة واحدة النهاردة لم ييجي الشيطان يغويك انت عشان تقع في معصية مع واحدة ست تزني او تعمل فيها الفواحش لو هي الست مش راضية انت عمرك ما هتعرف تعمل معها حاجة صح ولا مس صح صح الكلام يبقى الشيطان ما يقدرش يتحكم فيك لدرجة ان هو يغويك ويغويها اذا انت هو غواك وزيلك المعصية لكن لو هي ردتك انت مش تقدر تعمل معها حاجة يبقى اذا الشيطان برضو ما خدش اللي هو عايزه يبقى طيب واذا ارادت المرأة بعض النساء لو ارادت المرأة ان تكيد بالانسان وتوقعه فيها هتوقع ولا مش هتوقعه طبعا هتوقعه طب هتوقعه هل فيه رجل يقدر يقول للست لأ طبعا الا من رحمة ربي طبعا في حديث ورد عن النبع صلى الله عليه وسلم سبعة وظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله من هؤلاء السبعة رجل دعتهم وراءة ذات منصبين وجمال ليه الراجل ده من ضمن السبعة اللي ربنا هيظلهم تحت عرشه اشمعنا يعني السبعة دول من ضمن السبعة اشمعنا الراجل ده اللي قالك دعتهم راءة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ليه لانه طبعا نادر جدا النوع ده من الناس اللي هو اللي يجيه له واحدة ست ومش اي واحدة ست جاية من الشارع مش اي واحدة ست تقباها النفس مش اي واحدة ست جاية كده فقيرة ده ولا اي واحدة ست جاية كده تقباها النفس ولا تشمعز منها النفوس ده مراءة ذات منصب واحدة منصبها عالي يعني بيتها حاجات كتير اوي تحبسك تسجنك تقولك روح وتقولك بيتها حاجات كتير اوي زات منصب وليست زات منصب وبس ده كمان زات منصب وجمال يعني معاها المنصب ومعاها الجمال فليست امرأة كسائر النساء لكنها امرأة جميلة ومش كده وبس ده كمان لقد اغنت عن مطالب السعي اليها يعني ريحتك من طول السفر ليها والسعي وراها وان انت تفضل تحارب عشان بس تاخد منها نظرة مش هقولك ان هي تبصي لك وتتحاكلك مش هقولك ان هي تقعد معاك ده انا بقولك وحدة ست جميلة اوي ومنصبها عالي جدا ده انت بتقعد قدام الانسان اللي هو اللي عنده منصب كبير ان كان زابط ولا لواء ولا رئيس ولا وزير بتبقى حاسس ان انت بص يعني مش بحاسس ان انت عايز الارض تشاء وتبلعك فما بالك بوحدة جميلة ومنصبها عالي ومش بس كده وبس ده كمان هي اللي طلباك ومع ذلك تسيب ده كله وتيجي في الاخر تقول اني اخاف الله ومع ذلك ربنا كافئ النوع ده وظلوا تحت ظل عرش يوم القيامة اشمعنا برضو النوع ده اللي هيقدر يقاوم لان النوع ده نادر جدا اللي يقدر يقاوم الست مكر الست مكر الست كبير اوي الست لو عايزة تجيب الراجل هتجيبه طيب انت بتقول كلامه بس يا عم الشيخ ولا بتقول كلام علمي طب ادينا الدليل على ان كلامك صح ما حدش يزعل مني يا جماعة انا مش بتكلم على النساء ان هم وحشين انا بتكلم على الصنف من الناس ازا اراد ان يكيد بالانسان هيكيد بيه هيوقعوا غصبا عن عينه ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة اضر على الرجال من فتنة النساء ما فيش فتنة في الارض اعظم من فتنة النساء لذلك تلاقي معظم البلاوة كلها اللي موجودة في الدنيا بسبب النسوان تعال اشوف واحد خسر صاحبه بسبب واحدة ست تعال اشوف واحد خسر اخوه بسبب مراته ده بيبص لمراتي ده شتن مراتي ده مش عارف ايه يبقى سبب الست تعال اشوف واحد قتل بسبب مراته غزوة من الغزوات قامت لاجل مرأة رفعه سيابة يبقى اذا الست هي يعني محور الاساس هي اذا ارادت ان تكيدها بالرجل فكيدها يغلب كيد الشيطان ده مش احنا اللي قلنا هو ده ربنا اللي قال ان كيدهن عظيم طيب النبي على السلام لما قالينا ما تركت فتنة الارضر على الرجال من فتنة النساء لان الستات هي الاساس هي اللي تقدر تجرج الراجل لان نساء فتنة وفتنة عظيمة اذا تزينت المرأة وقرجت للرجل وبينت جزء من جسدها الراجل لا استطيع ان يقام فاذا هي تستطيع ان تغوي الرجل وتدخله طيب لو الراجل غلبته شهوته ودمغه طلبت معاه انه هو اعمل حاجة في الست بس الست منهاش مزاج مش عايزة هل هيقدر يجي عندها ولا هيقدر يعمل معها حاجة ليه لان هو مش لان هي اصلا كده هالغلب كده الشيطان الشيطان مقدرش اثر عليها النبي لو هي اللي عايزها هتخلى الراجل حتى لو كان والي من الاولاد اللي هو الصالحين يقع فيها ايه دليلك يا عم الشيخ تعال احد دليل تاني طب هو النبي سيدنا سيدنا نبي الله آآ نبي الله يوسف الصديق اهو نبي ومع ذلك قال في كتاب الله العزيز ربي وإلا تصرف عني كده هنة اصبوا اليهنة واكل من الجهلين يعني اصبوا اليهنة عم الشيخ اصبوا اليهنة يعني اكونوا كالصبي يعني الست تقدر تخلى الراجل زي الصبي عيل في ايديها ووح وتعالى تجيبوا يمين وتجيبوا شمال ولذلك حتى الناس اللي بيقولك وراعوا كل رجل عظيم امرأة الست هي اللي بيتها مقاليد الامور لذلك يعني انا ارى من وجهة نظري ان الراجل لا يستطيع ان يغير امرأة الا نادرا جدا لكن المرأة هي اللي تستطيع ان تغير الرجل يبقى الراجل ما بيغيرش ست لكن الست هي اللي تقدر تغير الراجل الكلام اللي انت بتقوله ده كلنا نعلم علم اليقين ان الست هي اللي بيتها مقاليد الامور الراجل ما يقدرش يسهر بره البيت كتير الا ازا زوء الا ازا مراته كانت سايباله السائف السائب ما يقدرش يدخل صاحبه ولا يطلع صاحبه الا لما مراته تكون راضية ما يقدرش يروح ولا يجي حتى الصدقة نفسها اللي هيطلعها اللازم ياخد اذن مراته فيها وتقول له ينفع ولا مينفعش ولذلك الله سبحانه وتعالى قال واشاركهم في الاموال والاولاد طب شاركهم في الاموال لابليس قال له شاركهم في الاموال ازاي قال لك اه ازا كان الراجل حايز يطلع صدقة يصلط عليه مراته يقوله تقوله مراته يا اخي ده احنا الشيطان نفسه ما يقدرش عليه يقوله يا عم كاني ماني تصدق وبنتك محتاج ما يمكنش انما لما مراته تقوله يعني انت تروح تطلع فلوس للجامع واحنا محتاجين طب خلاص يا اخوة طرامة انت فييس اوي كده طب ما تشوف طلبات ولادك ايه يعني احنا محتاجين ومش لقيينه وتروح تطلع الفلوس في الجامع ده اللي عوز البيت محرم على الجامع فتيجي بعد كده تلاقي الراجل بدل ما كانها هتصدق يبطل صدقة وده المكان هتطلع صدقة لاهله يقول لك خلاص ده امك شاتبت ده امك عملت خلاص ما تروحش خلاص ما تروحش عند امك تاني خلاص خلاص خلص الموضوع تسعين في المية من الستات هم اللي بيبعدوا الرجال عن اهليهم ام السبب في قطيعة الرحم هم السبب في ان الانسان ممكن يقتل في هي هم السبب في ان الانسان ممكن يزني هم السبب في ان الانسان يقدر يعمل حاجات كتيرة او محرمة كل ده بسبب ايه بسبب فتنة النساء يبقى ازا ان كده هن عظيم يعني الست لو عايزة توقع انسان في مصيبة هتوقعه هتلبسه مصيبة حتى في ايامنا احنا الايام دي لو واحدة ستة تبلت على راجل وقالت ده عمل فيه وقطعت هتودي في ستين ده يا واحدة ستة توقب بلت بحالها ليه لان سبحان الله ربنا قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ارجو من حضراتكم اني محدش يسحل مني لا من الستات ولا من الرجال احنا مش بنقول ان الستات كلهم وحشين لكن بقول ان الست بيدها مقاليد الامر في امور كتيرة اوي وفتنتها اعظم الفتنة الرجال وفتنة الشيطان نفسه لان الشيطان احنا عرفنا ديته ولذلك الدليل على كده ان ربنا قال في الزاني والزانية قال الزانية والزاني بدأ بالزانية وقال السارق والسارقة بدأ في السرقة بالراجل وبدأ في الزنة بالمرأة ليه قالك لان الستة هي اللي بيدها مقاليد الامر لو الستة مش عايزاك تيجي عندها ولا تلمس والله لو كنت عن تيل لو كنت الخط خلفت الخط مش تعالى تقرب عندها انما السرقة اه معظمها من الراجل هو الراجل هو اللي اساس فيها انما الزنة هي اللي بيدي الست الست عايزاك هتجيبك مش عايزاك خلاص لو وقفت على دماغك مش تعرف تعمل معها حاجة والرجالة عموما يعني دائما الرجل فيهم ضعيف امام الا من رحمة ربي احنا برضو مش بنقول كل الرجالة احنا بنقول الا من رحمة ربي لان فتنة النساء لا يستطيع ان يقومها بشر حتى لا نطيل عليكم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم اللهم اجنبنا الفواحشة ما ظهرها منها ومبطن لاجل ذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهرها منها مبطن وقال ولا تقربوا الزنة ما قالش ولا تازنوا قالك ولا تقربوا الزنة ليه? لان انت لو بدأت في البداية خالص مع الست هتجيبك هتجيبك ما فيش حاجة ما هتقدر تعصم نفسك ما فيش الرجل اللي من بني اسرائيل اللي نبعت السلام يتكلم عنه وقال حتى جلسته بين رجليه كان قادر ان هو يعمل اي حاجة واحدة جات للحد البيت وطلبت مني فلوس ومع ذلك جلسته منها مجلس الرجل من زوجته فقالت اتقي الله اتقي الله فلا تفض هذا الخاتم إلا بحقه فقمت منتفض قام نفسه تسدت قفلت لان الستة مش عايزة ومدام الستة مش عايزة مش تعرف تاخد منها حاجة ولا هيبقى لها لازمة ولا هيبقى لها طعم خالص وده دليل على ان الستة كدها اعظم من كده من كده الشيطان اللهم اتجنبنا الفواحش وما ظهرها منها وما بطن اللهم اتجنبنا الفواحش وجنبنا الزنا وجنبنا كل شيء قبيح وصلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة